موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدين إلى نشرة الأخبار الأخيرة من قناة السعودية والبداية بالعنوة وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات مع نائف رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني التحالف يعلن تعرض سفينة الشحن روابي لعملية قرصنة واختطاف بالسطو المسلح من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية وزارة الصحة تعلن تسجيل أكثر من 1700 حالة إصابة جديدة بكورونا وارتفاع الحالات الحارجة إلى 90 خلال الـ 24 ساعة الماضية عقد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية جلسة مباحثات رسمية مع نائف رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أيمن الصفدي وذلك على هامش زيارة سموه الرسمية إلى الأردن في العاصمة الأردنية عمان عقد وزير خارجية المملكة الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي نقاء ثنائيا موسعا تبيعه حديث صحفية تناول عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين لقد كان اجتماعي مع أخي وزير الخارجية العدني مثمرا وبناء حيث بحثنا في عددا من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية والملفات ذات الاهتمام المشترك ومن أهمها تعزيز العمل والتنسيق المشترك من أجل إرساء دعايم الأمن والاستقرار في المنطقة العربية والشرق العوسط الطرفان أكدا على عمق العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين الشقيقين وسبول العمل على تمتينها في كافة المجالات فيما أعلن وزير الخارجية الأردني عن موقف الأردن الداعم لاستضافة المملكة لفعاليات إكسبو 2030 كتو سمو الأمير مركزية العلاقة الأردنية السعودية واستراتيجيتها إن شاء الله نموذج في العلاقات بين الدول الشقيقة هذه العلاقات التي تسير بشكل مستمر نحو أفاق أوسع من التعاون والتنسيق بتوجيهات القيادتين الشافقتين وناقش الطرفان الأوضاع والقضايا الإقليمية وعلى رأسها القضية الفلسطينية وضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 كما ناقشا الأحداث في أفغانستان وليبيا وتدخلات الإيرانية في الشؤون العربية وضرورة العمل على إيقافها ومنع إيران من امتلاك السلاح النووي عبدالله الخوالد عمّن أشهد صاحب السمو الملكي الأمين سلمان بن حمد الخليفة ولي عهد مملكة البحرين بالعلاقات التاريخية التي تجمع مملكة البحرين ومملكة العربية السعودية والتي تميزت برصوخها في جميع محطاتها مستمدة قوتها مما تحظى به من رعاية واهتمام من قيادة البلدين الشقيقين جاء ذلك خلال لقاء سموه بقصر القطيبي أبل عاصمة البحرينية المنامة معالي رئيس بجلس الشورى شيخ الدكتور عبدالله الشيخ والوفد المرافق له وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها معالي إلى مملكة البحرين الشقيقة هذا وأكد معالي الدكتور عبدالله الشيخ خلال اللقاء أن العلاقات البرلمانية الوثيقة التي تجمع البلدين تأتي في إطار ما يجمع البلدين من علاقات عميقة وتاريخية معاربا عن شكره وتقديره لسموه على ما يليه من اهتمام وحرص على ترسيخ التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين على الأصعيدة كافة كما استعرضت خلال اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى التعاون المثمر بين الجانبين على صعيد تنسيق المواقف وتعزيز التعاون في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية هذا وعقد رئيس مجلس الشورى شيخ الدكتور عبد الله الشيخ جلسة مباحثات المشتركة مع رئيسة مجلس النواب البحريني السيدة فوزية زينل بمقر مجلس النواب بالعاصمة البحرينية المنامة حيث أوضحت رئيسة مجلس النواب بمملكة البحرين خلال الجلسة من أن البلدين الشقيقين يعدان نموذجا للتلاحم والتعاضد أمام مختلف الظروف والتحديات مشيدة بما حققته المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين من تطور مستمر وتقدم في المجالات كافة من جانبه نوها معالي رئيس مجلس الشورى بالعلاقات التاريخية التي تجمع المملكة ومملكة البحرين مبينا بأن الروابط التاريخية بين البلدين انعكست على مستوى التعاون الوثيق بينهما في شتى المجالات مشيدا بما تشهده مملكة البحرين من تقدم شامل ونهضة تنموية واسعة على الأصعدة كافة كما استعرضت خلال الجلسة المضوعات ذات الاهتمام وبحثت سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات ووسعت أطر التعاون البرلماني وتبادل الخبرات صرح المتحدث باسم قوات التحالف العميد الروكن تركي المالكي بتعرض سفينة الشحن ذات النداء روابب وتحمل عالم دولة الإمارات للقرصنة والاختطاف عند الساعة الحادية 10.57 دقيقة مساء أمس الأحد أثناء بحارها مقابل محافظة الحديدة في مهمة بحرية من جزيرة سوقطرة إلى ميناء جزان وتحمل على متنها كامل المعدات الميدانية الخاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بالجزيرة بعد انتهاء مهمته وإنشاء مستشفى بالجزيرة أشدد العميد المالكي أن على ميليشيا الحوثي الإرهابية تحمل المسؤولية الكاملة نتيجة فعلها لجرامي بقرصنة السفينة وانتهاك مبادئ القانون الدولي الإنساني ودليل سان ريمو بشان القانون الدولي في النزاعات المسلحة في البحار واتفاقيات الأمم المتحدة للبحار وعلى الميليشيا إخلاء سبيل السفينة بصفة فورية وإلا سوف تتخذ قوات التحالف كافة الإجراءات وكذلك التدابير اللازمة للتعامل مع هذا الانتهاك بما فيها استخدام القوة ضد الاقتضاء أدانت الجمهورية اليمنية بأشد العبارات عملية القرصلة واختطاف بالسطو المسلح سفينة الشحن روابية التي تحمل عالم دولة الإمارات العربية المتحدة قبالة محافظة الحديدة اليمنية من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية إن عملية القرصنة من قبل الميليشيا الحوثية تمثل انتهاكا حقيقيا على الأمن والاستقرار الدوليين وعلى أمن وسلامة الملاحة العالمية وأضاف البيان أن هذا الانتهاء يحتم على المجتمع الدولي الوقوف بمسؤولياته تجاه تلك التصرفات الإرهابية غير المسؤولة من قبل الميليشيا الحوثية وهذا دليل أضافي على خطر الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران على سلامة حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر وجددت الوزارة دعم اليمن لجميع التدابير والإجراءات التي ستتخذها قوات تحالف دعم الشرعية للتعامل مع هذا الانتهاك السافر وبما شأنه حماية أمن وسلامة الملاحة الدولية وأمن الطاقة العالمية أعلنت وزارة الدفاع أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت هدفا جويا معاديا أطلق نحو مدينة الطائف وبيّنت وزارة الدفاع بأن التهديد الجوي أطلقته الميليشيا الحوثية من الداخل اليمني مؤكدة بالوقت ذاته بأنها سوف تتخذ إجراءات عملياتية الراجعة لتحييد التهديد وحماية المدنيين أوضحت قيادة القوات المشتركة للتحالف بأنها تتابع انطلاق نشاط عدائي باستخدام المسيرات المفخخة من العاصمة صنعاء كما نشر التحالف لقطات الاعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيرة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المنطقة الجنوبية أكدت قيادة القوات المشتركة اتخاذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية أمن المملكة ومواطنيها والمقيمين على أراضيها لتحييد وتدمير هذه الهجمات العدائية العابرة للحدود والضرب بيد من حديد في إطار القانون الدولي الإنساني أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن عن تنفيذه 35 عملية استهداف ضد الميليشيا الحوثية الإرهابية في مأرب وشبوة خلال الـ 24 ساعة الماضية نتج عن هذه الاستهدافات تدمير 20 آلية عسكرية تابعة للميليشيا الحوثية الإرهابية والقضاء على أكثر من 230 عنصر حوثية إرهابية لا تزال المملكة تشهد ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات اليومية بفايروس كورونا حيث سجلت تعداد الإصابات اليومية بفايروس كورونا في المملكة قفزة كبيرة وعلنت وزارة الصحة تسجيل 1746 إصابة جديدة بالفايروس وسجلت 341 حالة تعافل كما ارتفعت الحالات الحارجة إلى 90 حالة وتسجيل حالة وفاة رحمهم الله هذا وتشهد المملكة مواكبة للموجة العالمية في ارتفاع عدد الإصابات بفايروس كورونا وزارة الصحة توقع زيادة في العداد خلال فترة المقبلة نظرا لسرعة انتشار المتحور وميكرون والذي أصبح السائد في العالم للمرة الأولى منذ أغسطس الماضي حالات كورونا المسجلة في المملكة تتجاوز حاجز الألف إصابة خلال 24 ساعة وزارة الصحة شددت على أخذ الجرعة الثالثة من اللقاح لمن تجاوز الفترة المحددة بثلاثة أشهر عقب الجرعة الثانية خاصة في هذه الفترة التي يجتاح المتحور الشرس أوميكرون العالم وزارة الداخلية أعلنت أن ظهور حالة محصن على تطبيق توكلنا شرط لدخول الأماكن العامة والأنشطة المختلفة وركوب الطائرات ووسائل النقل العام كما شددت وزارة الداخلية العقوبات على مروجي الشائعات بشأن الفيروس وبث الرعب في المجتمع أوميكرون المتحورة الشريع الانتشار يجوب العالم مخلفاً أرقاماً قياسية من الحالات حيث سجلت أوروبا خلال الأسبوع المنصر من نحو خمسة ملايين حالة بزيادة قدرها 60% عن سابقه ومع تفشي حم الرافضين للقاح في القارة العجوز تركز بها أكثر من ثلث الحالات المسجلة منذ ظهور فيروس كورونا في ديسمبر 2019 وبين تسنامي الانتشار السريع والمقلق لكورونا والدراسات التي ترجح أن الجائحة في مرحلة الانتقال إلى الوباء المتوطن شددت منظمة الصحة العالمية أن هذا الانتقال مرهون بتحصين الدول الفقيرة والنامية قبل نهاية عام 2023 عندها قد يشهد هذا العام انتهاء المرحلة الحادة من وباء كوفيد-19 هذا وتجاوز إجمالي عدد الجرعات المطاة من لقاح كورونا في المملكة 51 مليون و377 ألف جرعة إذ بلغ عدد المحصنين بجرعتين من لقاح كورونا أكثر من 23 مليون و25 ألفا فيما بلغ عدد الذين حصلوا على الجرعة الأولى أكثر من 25 مليون شخص من سكان المملكة كثفت تمنات المناطق من جولاتها الرقابية الميدانية على المحال والمولات التجارية ومختلف المنشآت لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فايروس كورونا وأكدت الأمانات أن الجولات الميدانية ستستمر على مدار اليوم ورفع تقارير يومية بالضبطيات والمخالفات والإجراءات المتخذة ضد المخالفين يأتي ذلك عقب إعلان وزارة الصحة عن تزايد معدلات الإصابة بفايروس كورونا داخل المملكة خلال الفترة الأخيرة والتي شددت فيه على خطورة المرحلة وإمكانية العودة لتشديد الإجراءات الاحترازية حال استمرار التهاون في التعامل مع الفايروس من قبل الأفراد والمنشآت نشراتنا انتهت بقي أن نذكركم بالعنوية وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردنية التحالف يعلون تعرض سفينة الشحن روابي لعملية قرصنة واختطاف بالسطو المسلح من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية وزارة الصحة تعلن تسجيل أكثر من 1700 حالة إصابة جديدة بكورونا وارتفاع الحالات الحرجة إلى 90 خلال الـ 24 ساعة الماضية شكرا لكم على طيب متابعتكم ونلقاكم على خير وفي أمان الله اشتركوا في القناة